متتبعي قناة مكتبتي التعليمية مرحبا بكم في صفحة رقم 54 سننتقل إلى التمرين الأول أكتب الوحدة المناسبة متر أو سنتيمتر إذا العرض ديالكتاب الرياضيات الواحد وعشرون متر أم واحد وعشرون سنتيمتر كذلك الارتفاع ديال هذه الحجرة الدراسية هل هو أربعة متر أم أربعة سنتيمتر طول هذا الرجل إذن هل متر وستة وتمانونة سنتيمتر أم سنتيمتر وستة وتمانونة متر إذن هتوقفوا الفيديو وغادي تجاوب بعد ذلك رجعوا وشوفوا الجواب إذن طوله أو عرضه الكتاب إما الطول ولا العرض فهو بالسنتيمتر وليس بالمتر إذن سنتيمتر ارتفاع الحجرة الدراسية أربعة متر وطول هذا الرجل متر وستة وتمانونة سنتيمتر التمرين الثاني يبلغ ارتفاع جبال ثم قال أربعة ألاف ومئة وسبعة وستون متر أربعة ألاف ومئة وسبعة وستون متر هذا الارتفاع هو إذن هذن هذن participation هذن نحوله هذن الارتفاع للكيلومتر والمتر فقد نكتبه الطول في الجذول إذن أربعة ألاف ومئة وسبعة وستون متر فنأخذه الوحدات ونضعه في المتر إذن سبعة ستة في الدكامير واحد في الهيكتومتر واربعة في الكيلومتر اذا اربعة الاف و مئة وسبعة 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 متر لي هي اربعة كيلومتر و 167 متر اذا اربعة كيلومتر و 167 متر البريم الثالث اكتب العدد او الوحدة المناسبة 58 ديس المتر إذن تمانية في الدس متر وخمسة في المتر تمانية وخمسونة دس متر قد نحولها لماذا لمليمتر إذن وقف الفيديو بعد ما تكتبوها في الجدول نحولها لمليمتر قد نضيف كم من صفر نضيف صفرين وهي خمسة ألاف وتمان ومئات مليمتر خمسة ألاف وتمان ومئات مليمتر ثم اثنان كيلومتر كذلك نوضع اثنان في الكيلومتر لنحولها نحولها لمتر كذلك وقف الفيديو وحولها لمتر نضيفه واحد اثنان ثلاثة ديال الأصفر وهي ألفان متر أما ما تبقى من التحويلات فوقفوا الفيديو وغيرت تحوله بعد ذلك رجعوا شوفوا الجواب إذن سبعة وتمانون متر نجدوا للجدول نكتبوا رقم الوحدات في المتر سبعة تمانية في الدكامتر سبعة وتمانون متر قد نحولوها أو نعطوها النبعدة تمانية ألاف وسبعمائة قد نضيفه صفرين نحن فقط قد نكتبوا الوحدة تمانية ألاف وسبعمائة سنتيمتر تمانية ألاف وسبعمائة سنتيمتر ثم تمانية ألاف وثلاثة وأربعون متر ثلاثة أربعة صفر تمانية تمانية ألاف وثلاثة وأربعون متر نحولو الكيلومتر والمتر ثلاثة وأربعون متر تمانية كيلومتر ثلاثة وأربعون متر لإكسرسيس 4 جو كولوري لامزور كونونابل ولوينو القياس المناسب موش لاموش هي الدبابة سنتيمتر واحد متر واحد إذن طول ديال الدبابة وش هو سنتيمتر ولا متر لان الدبابة ممكنش يكون طول ديالها متر إذن سنتيمتر 1 سنتيمتر إلى لانجور ديالاموش كريون لكريون قلم الرصاص 17 سنتيمتر 17 سنتيمتر 17 سنتيمتر 17 سنتيمتر وليس سبعة عشرة متر لأن 17 متر مزاف يعني القلام ممكنش يكون طول دياله 17 متر بالمييي 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 ضاتيي هي نخلة في النخلة وش طول ديالها 20 سنتيمتر إذن 20 سنتيمتر قد قد المستارة أو на 20 متر طبعتال حال 20 متر 20 متر إلى لانجور للمييي لإغزرسيس 5 جي открыل لنیت تيقون بنب اقطبو لوحدات المناسبة لديسانين أنتر ربا الدخل المسافة من المدينة рيبة ومدينة الدخلة ميل سيسسون كاترو ويند كنز ماذا؟ كاترو ويند كنز كيلومتر المسافة ما بين مدينة الريباط والدخلة ميل سيسسون كاترو ويند كنز كيلومتر la distance entre la maison de خديجة et l'école المسافة ما بين منزل خديجة والمدرسة ميل سيسسون اذا الف وخمسمائة مادة وقفوا الفيديو جاوبوا اذا الف وخمسمائة متر لهي كيلومتر لأن الف متر هي كيلومتر لهي كيلومتر وخمسمائة متر يعني كيلومتر ونصف هي المسافة ما بين المنزل منزل دي الخديجة والمدرسة لأن الف وخمسمائة 949 متر اول حاجة يخصنا نحول 6 كيلومتر وسبعمائة متر المتر اذا سنرسمو مرة اخرى الجدول كما قلناك يخصنا نحفظو هذا الجدول اذا 6 كيلومتر نحطوها في الجدول ستة وسبعمائة متر صيفر صيفر سبعة قلنا دائما نحطو رقم الوحدات في الوحدة اللي عندنا هنا عندنا المتر نحطو رقم الوحدات في المتر بعد ذلك نقرأ هذا العدد ستة الاف وسبعمائة متر سنقرنها مع تسعمائة وتسعة وتسعون متر 989 متر سنقرنها مع سيميل ستسون متر كما نريد أن نقرن عددين قلنا أولا نقرن عدد الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة فاللي عنده أكبر عدد الأرقام هو الأكبر إذن أكبر هو ستة الاف وسبعمائة متر والأكبر ثم قلنا نحول ثلاثة متر وخمسة وسبعون سنتيمتر للدسيمتر ونقرنها مع ثلاثة ومائة وخمسة وسبعون دسيمتر إذن وقفوا الفيديو بعدما تحولوها قرنهم ورجعوا وشوفوا الجواب إذن ثلاثة متر وخمسة وسبعون سنتيمتر سنقرنها مع ثلاثة ومائة وخمسة وسبعون دسيمتر لكن قبل ذلك قلنا سنحولوها إذن هي سبعة وثلاثون دسيمتر وخمسة سنتيمتر إذن سبعة وثلاثون دسيمتر وخمسة سنتيمتر دبا قد نقارن الدسيمتر مع الدسيمتر 375 سبعة وتلاتون كاللحظة ماذا؟ كاللحظة 375 دسيمتر أكبر ثم 13 دسيمتر مع 1300 مليمتر إذن 13 دسيمتر نحولها لمليمتر 13 دسيمتر الوحدات في الدسيمتر 13 دسيمتر نحولها لمليمتر اللي هي مدى؟ اللي هي 1300 مليمتر إذن 1300 مليمتر قد نقارن 1300 مع 1300 إذن يساوي أتذكر يمكن هذا الجدوال من معرفة العلاقات بين وحدات قياس الأطوال فقلنا هذا الجدوال اللي هو دي الوحدات قياس الأطوال فكي يخصنا نحفظه إذن بعد مما غادي نحفظه غادي نرسمه في ورقة كما رسمت أنا في هذه الورقة هذي وممكن تغلفوه بالسكوتش بشكل مرة تبقى وتكتبوه وغايتمسحه لأنه ستستعملوه المي مساحه وبقا تمسحه هتلاحظو كيتمسح إذن ممكن ترسموه بهذه الطريقة وتغلفوه بالسكوتش وتبقى وتستعملوه عدة مرات لكن قبل ذلك يخصنا نكون وحافظينو الكيلومتر، الهكتومتر، الديكامتر، المتر، الديسامتر، السنتيمتر والميليمتر وكما قلنا ملي كنبغي نحوله كنديره رقم الوحدات في الوحدة اللي عندنا مثلا تسعة كيلومتر قدي نحولها المتر اللي هي كام؟ قدي بقى نضيفه الأصفر حتى نوصله للمتر كنحطو تسعة في الكيلومتر ونضيفه واحد اتنين اتلات هي تسعة ألاف متر خمسة وأربعون سنتيمتر خمسة رقم الوحدات في سنتيمتر أربعة جيف ديسامتر إذا حولناها مثلا الميليمتر سنضيفه الصفر نحولها لديسامتر والسنتيمتر هي أربعة جيف ديسامتر وخمسة سنتيمتر وبهذا نكون قد أنهينا تمرين صفحة رقم أربعة وخمسون نلتقي في الصفحة رقم خمسة وخمسون غفوة